في التاسع عشر من مايو عام الفين وستة عشر صرح رئيس الوزراء احمد بن دغر ان الانقلابيين استنزفوا اربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وفي الثامن عشر من سبتمبر اصدر الرئيس هادي قرارا جمهوريا قضى بنقل البنك المركزي الى عدن وتعيين ادارة جديدة بدلا عن الادارة السابقة وفي التاسع عشر من سبتمبر قال محافظ البنك المركزي الجديد منصر القعيط ان البنك فقد حيادية وان الانقلابيين استنزفوا اربعة مائة وخمسين مليار ريال من اموال البنك المركزي وفي العشرين من سبتمبر صرح مسؤول في البنك المركزي بعدا ان رواتب موظفي الدولة المدنية والعسكرية ستصرف بحسب كشفات عام الفين واربعة عشر في الواحد والعشرين من سبتمبر قال مسؤول في البنك المركزي بصنعاء ان ترتيبات تجرى لنقل خمسة قطاعات رئيسية من صنعاء الى مقر البنك المركزي الجديد بعدا وفي الثاني والعشرين من سبتمبر طالب الرئيس هادي خلال كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة المؤسسات الدولية بدعم الاجراءات الاقتصادية والمتمثلة في نقل البنك المركزي الى عدن وفي الثالث والعشرين من سبتمبر اعلن محافظو المصارف المركزية العربية دعم قرار الحكومة اليمنية نقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى عدن وتعقيبا على قرار نقل البنك قال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي صالح الصماد ان الرئيس هادي ودول التحالف تتحمل نتيجة هذا القرار بينما قام زعيم الميليشيا بدعوة اليمنيين للتبرع للبنك المركزي وفي التاسع والعشرين من سبتمبر تحدث محافظ البنك الجديد منصر القعيط لصحيفة الشرق الاوسط عن الخطوط العريضة التي سيتم العمل وفقها خلال الفترة المقبلة كان ابرزها ما ياله سيكون البنك مستقلا عن الحكومة وهو بنك الجمهورية اليمنية ومسؤول عن اليمنيين الاولويات الثلاث هي توفير اوراق النقدية واعادة الثقة بالبنك وانعاش الدورة النقدية تم التشاور مع السعودية والامارات قبل قرار نقل البنك المركزي ولم تعترض اي من المؤسسات المالية الدولية على القرار سيف البنك المركزي بالتزاماته وفقا للبيانات المتوفرة لدى كل فرع الحثيون طلبوا من البنوك تمويلهم ومارسوا عليهم تهديدات نتعهد بحماية البنوك التجارية وابوابنا مفتوحة للتواصل مع البنك المركزي في عدن سنفعل النظام الفيدرالي في البنك عقب التحرير على غرار الطريقة الامريكية